ضمن سلسلة اللقاءات الحصرية التي أجراها الزميل حسام الأحبابي مع القيادي في كتائب مقاومة داعش في الموصل أبو يونس تمكننا من معرفة ما يجري داخل المدينة والاترابات التي يعيشها أفراد التنظيم قبل بدء معركة تحرير الموصل اليوم يكشف أبو يونس لأخبار الآن معلومات عن الانفاق التي يحفرها داعش في محيط الموصل حيث كشف أبو يونس أن التنظيم لجأ إلى هذا العمل من أجل التشويش على طائرات العراقية وطائرات التحالف إذا ما تم استهدافه وهو ما يعطي دليلا على أن داعش سيلجأ إلى حرب عصابات مع انطلاق معركة الموصل على حد قوله لدينا الآن الطلاع كامل حتى عن طريقة قيام داعش بالحرب المتوقعة والقريبة لتحرير مدينة الموصل ابتداء داعش بدأ بحفر أنفاق حول محيط مدينة الموصل هناك أنفاق وضع فيها الكثير من إطارات السيارات والنفط الأسود غاية داعش هو أن تكون هناك غمامة سوداء تغطي مدينة الموصل وبنفس الوقت قام بوضع كتل كونكريتية في الشوارع لكن لم يضعها على الأرض مباشرة وضع تحتها قطع من مادة بلوك البناء حتى يسهل عليه إسقاطها متما حدثت معركة الموصل وهذا يعطي دليل أن داعش سيلجأ إلى حرب العصابات حيث أنه سيقوم بمحاولة عزل الطيران التعالف الدولي أو الطيران العراقي حتى يرغم الجيش على النزول إلى الشوارع والقتال بداخل الشوارع مثل ما قام بتقطيع العديد من المناطق خصوصا في الجانب الأيمن من الموصل من أجل عرقلة الوصول أيضا قبل أكثر من شهرين قام داعش بجرف منطقة الشارع الرئيسي في منطقة جنوب الموصل أبرى أحداث شقوق كبيرة فيه وقاموا بزرعه بعبوات كثيرة أيضا داعش وضع بعض السيارات الكبيرة المفخخة داخل معمل كبريت المشراق وهذا خطر كبير على أهالي الموصل حسب معلوماتنا كان يتواجد في هذا المعمل مليونين قن خمسمائة منها سائل إذا ما تم تفجيره فأعتقد أنه سيحدث كارثة لكن داعش قام ببيع الكثير من مادة الكبريت وحقيقة الآن لا يتوفر لدينا الرقم الموجود من مادة الكبريت داخل المعمل